السلام عليكم كيف عاملين كانت تمنى تكونوا باخروا على خير غادي نقدم لكم الحلقة الاخيرة مسلسل الجنين مهم صديقها كيف ما قلت لكم قلت لكم بان ماليكا هي اللي مشات عند جنين مستشفى وبسبب ماليكا فاق داكشي علاشة صديقها ايش فينا بان جنين بدو كيضربوا الدقات لقلب ديالو يعني كي تسارعوا المهم ماليكا مشات عند جنين كي تسحب لها بان ولدها ما غاداش افاق وبدتك تبكي حداه وبدتك تقول لي اسمح لي يا ولدي وبدتك تحكي لي كل شي داك شي لها طرح وبدتك تقول لي انا هي ماماك وانا كان بغيك بزاف وبغيتك انك ترجع والمهم بدتك تهدر وكتحكي لي كل شي ماليكا هي ما كانش كي تسحب لها بان جنين راح كي يسمع راح كي يسمع اي حاجة كتوقع وكي يحس باي واحد كي يجي المهم هو غادي تكون عنده بحل حلمة ولكن داك الصوت غادي بقى عاقل عليهم ازيان غادي يعرف بان الصوت دي الماليكا ومهم صديقائي هذا هو السبب اللي غادي يخلي ان جنين يفق غير غادي يفق المهم يا ماما غادي تفرح بزاف اش كانت واقفة حداه وكذلك حتى عاتقها غادي يفرحوا بزاف ونفين عن شوفوا بان جنين غادي يعرف الحقيقة للاسف صديقائي فاش غادي يمشي للدار غادي تصدموا ايامنا غادي تقول لي بان صاحبك شطابة رصفوا هالي غادي تصدم بزاف وغادي يقول لي كيفاش وكيفاش وقع هاد الشي المهم يا ماما غادي تقول لي هراه القاوح فالدار ديالو وما عرفوش شكل دار هاد الفعله المهم كيف ما دارو تماما صديقائي العازيز غادي يقول لكم صديقائي بان جنين من هنا غادي بدا انتقام ديالو غادي بغي انتاقم من الشخص اللي اصفاها لصاحبه وكذلك صديقائي غادي نشوفوا بان خاليد للارسف يعني الفلوس اللي غادي اعطيه część حيس غادي ييبع لي هالحوانات غادي ابيعي هالulkاح الحاج يتهي الفلوس اللي غادي اعطيه الكاش غادي مشي كذلك خاليد غادي يقمر به هون تاني خاليد اصدقائي ما غادي شي تبدال يعني حاليا ما غادي شي تبدال باقي ems غادي تبدال خالد غاش غادي ور مزلوط ما غا يبقى عندو حتا شيريال قشونه وغادي خلي خاليد انه غادي يمشي وغادي يقمر تاني بدوك الفلوس ديال المحالات وهي فاش غادي يكتشف الخيانة ديال فاروق غايت صدم بزاف يعني غادي بغي زع ما ينسي وغادي بغي غادي يمشي تاني لذك الضومان ديال الصهارات ديال القمار ديال هذي المهم غادي يمشي لهم كل شي الفيلا وكذلك الحوانة غادي يمشي وليهم وهنا غادي تصدق اصدقائي ايامنا ببقى عندها والو كنت كتخافي ايامنا بان جنين ادي لهم الفلوس ديالهم ديكتشي علاج كتبات لوكال الخالد وقالت لي صير تصرف فيهم كيف ما بغيتي وكذلك حتى الصافة قالت لي هنتي اللي غادي تحملي المسؤولية ديالك والمسؤولية ديال يامنا هي هذي والنتيجة ديالها غادي تصدم في الاخير لان كما قلت لكم الدار اللي غادي تمشي لها هي الدار ديال الاخت ديالها غادي تسكن عندها تماما ما غاي بقى عندها والو لفلوس لتشي حاجة المهم اصدقائي كذلك غادي نشوفو بان فاروق ده الفلوس العواطف وده لها حتى الدهب ديالها وبدك يكدب عليها وبدك يقول لها انا غادي نستثمرهم في واحد المشروع غادي تولي لباس عليكي مهم غادي تولي تارية غادي يولي وعندك فلوس كتير وخا فاروق عنده فلوس عنده ايتي حاجة ولكن طامع في ذك الدهب ديال عواطف ذك الشعر لش تزوج بيها حيث خالوا معارسوا هدي مزوجة بخاليد يعني غادي يكون شاري لها بزفت الحويج غادي يكون عندها الدهب غادي يكون عندها الفلوس ما يمكنش انها تخرج مع عندها تشي حاجة من هاد الزوج بينه وبين خاليد والمهم كذلك اصدقائي غادي نشوفه بان عواطف غادي تكتشف الالعيب ديالو حيث من بعد غادي تبدأ تقول لي خاستك تعطيني فلوسي خاستك تعطيني شي حاجة شي وورقة شي حاجة اللي نشوف تا انا هاد الشي كامل اللي كتقول ليه ففي من بعد فاش غادي دوز سبعي يام ديال الباكور كما كيقولو غادي يبدأ الوجه الحقيقي ديال فاروق وطمع ديالو الغدر ديالو الكذوب ديالو حيث التعامل كيفاش غادي بدي تتعامل معها فالول كاذ كتفاع كتلقي السيد موجد ليه حطها بلد ديال الفطور غالس كيتسنها ديالو رومانسية ديالو هادارة زوينا فاش غادي تقول لي تفاع ما غاديش تبقى تلقاهت مماكينه فاش يعني غادي تبغيت يعني فالليل كذلك ما غاديش يجي غادي بدي تتعطل تهوه تهوه صديقاي غادي بدي يصهر على برا غادي بدي يمشي مع البنات يعني ديالو السيستام تماما ديال خاليد غادي تقول لي غادي تقول لي شوف انت واش بغيت تعيشني كيف ما كان معيشني خاليد واش انت كتعود نفسه يعني نفس سيناريو ديال خاليد التاني وحكيت لك هاتشي كاملة ترالية معا خاليد والموهم فاروق غادي يقول لي ها دخلي سوق راسك نجي ما نجيش نقفز نقام ما ندخلش قاع وانتي مالكي كويك لا شاربان عسى أشخاصك عشنو بغيتي الموهم سفي غادي بدي التعامل يعني غادي تبدل شوية بشوية وهي حلا غادي تفاق من ديك الغيبوب اللي فيه غي سحب ليها هي القطراج الزعمال اللي المناسب القطراج ديال الأحلام والقتها دي ولكن ديك شي كامل ما منوش حتاب فاروق هو سفي فدبه هو فاش شد الذهب وفاش شد الفلوس من بعد غادي بدي يشوف واش باقي عندها شي حاجة فاش غيشوف راسه ما بقا عندها واطف والو سفي السيد غادي بدي عاملها معاملة خيبة باش هي يطموض طلب الطلاق كيف مدير تماما مع خالي طيقوا لعدا يعني ان ان سهار ومدان تعطل في الليل ومن عطاش وقت وهادي غادي تفهم راسه واتبشي في حالهم ولكن عواطف هي فاش غادي تشوف هاد الشي حلا غادي تعاق وغادي تعرف بان فاروق رمك يبغيها متى شي حاجة فاروق طامع في الفلوس ديالهم موهم غادي تمشي عند الأم ديالها وغادي تقول لها كل شي والأم ديالها بحلا غادي توقضها وغادي تقول لها تسنى هادك باغي غير سياسة تسايسي معا بشوية بشوية حتى ترجع منه فلوسك وترجع منه ذهبك الموهم صافي هان شوفه عواطف غادي تبدأ تسايس مع فاروق تسيبت تعطيه الخاطر وتبدأ تتحضر معه زوين وهوان منفخوض وهز قلال فلسما وباغي غير سبه وباغي تخاصم وباغي والموهم واحد لوقيتها غايبقى يضرف فيها صافي لك تعامل ما غادي شي يبغى فاش غادي تشوف هادك سياسة وادك شي كامل ما خدمش مع فاروق غادي يلتاجه للخطة التانية وهي انها غادي تساطيه واحد الدواء اللي غادي تخلي السيد ما قادر يدير تشي حاجة ما قادر يزليه لرجل هي اللي غادي تبدأ تحكم ايتي حاجة عنده ونفين غادي تشوفه غادي تشي وراق اللي غادي تخلي انه فاروق اسني عليهم المهم صديقائي كذلك ما قادر لكم انه جنيين يعني من بعد ما غادي عارف بانه الكاش هو مراد الشي كامل اللي وقع غادي نشوف صديقائي بانه غادي تتفق بما قادر لكم مع صافا ومع نابيل نابيل فاش غادي شوف وباغي زاد فيه فاش غادي شوف وباغي تعدى على الناس وبالزاف دلحويج وجنين غادي اهدار معاه هادي قول لي هبا يكرم عدي وهادي خصك تعاوننا انت اللي قريب ليه وكذلك نابيل هو اللي عارف بانه كي يبيع دك العجب غايت تفق معاهم صديقائي وكذلك الته رابعة غادي تدخل معاهم في الخطة رابعة هي اللي غادي تقدر انها تدخل الكاباري ديال الكاش وغادي تكون مبدلة يعني في الحويج ديالها ومبدلة في شكل ديالها وغادي تبدأ تصور فيهم وغادي تكون متافقحته مع واحد البنت خدامة لداخل تماما عند الكاش المهم غادي بدو يبيع دك العجب وهي غادي تبدأ تصور فيهم وغادي يكونوا عندو او لا عندهم دلائل اللي غادي يخليوا انهم منتاقموا من الكاش لكن للأسف صديقائي الكاش غادي يكتشفهم الكاش غادي يعيق بهم ونفين غا نشوفوا ان غا يشد ولدو نابيل غادي يقول ليه واش انتا ولدي ودرتي ليه هد شي كامل ومشيتي التافقتي معاهم بغايت يزعم مطيحني غا يشدو غا يبقى يضرب فيه وغادي يصد عليه في واحد البنت وغادي يقول ليه انتا مع ممارك غادي تخرج و المايمة صديقائي الكاش من بعد كما قل لكم غادي يدوز الجنين الجنين غادي يكون غادي واحد النهار في التراق يعني ما عليه ما بيه حتى غادي يهفطو جوج دي الرجال من واحد الطوانوبيل وغادي يشدوه وغادي يدخلوه بالزز سوف يساعد للبلاسات المكينة بعيدة استخدائي وسوف يشدو الكاش وغادي بقي ضرف فيه سوف يغبرا عليهم في العفيراي هنا سوف يتنوض اصديقائي مالكة وخاليد مالكة وخاليد هي اللي سوف يتافقوا بجوج بيهم باش انهم يعطقوه وغادي عايطوا البوليس وغادي يمشي وديرك تصديقائي لذاك البلاسة خاليد هو فاش غادي يدخل ما غاديش يكونوا يعني هو اللي غادي يدخل اللول قد يدخل قد يقول لي هلكاش العزيز والد العزيز انت يجيتي باش تعتقدها مجنيين قد يقول لي خالد انت خاصك تفك خويا هذك راه خويا ومهرام ربي معايا وما تبقاش تقول عليه هذك ولد الحرام ولا هذي المهمة صديقائي خالد ديك الساعات قد يكون تبدل وما زال صديقائي أعطينا عطوكم بزاف دي الأحداث في هذ المسلسل الجميل والشيق ما تنسوني تبلي لايك وزيدوا تشجعين كتر وكتر